ثانياً مقياس التفرطح يقصد بالتفرطح مقدار التدبب أي الانخفاض أو الارتفاع في قمة المنحنة مقارنة بقمة منحنة التوزيع الطبيعي وتكون قيمة معامل التفرطح تساوي 3 في حالة التوزيع الطبيعي المعتدل والشكل التالي يوضح بعض أشكال المنحنيات من الشكل واضح أن هذا منحنة مفرطح وهذا المنحنة مدبب وهذا هو منحنة التوزيع الطبيعي واضح من الشكل أنه معتدل قياس التفرطح يمكن قياس التفرطح بالمعادلة الآتية كي يو يساوي كي تلاتة الربيع الثالث ناقص كي واحد الربيع الأول على اتنين في بي تسعين في المية المئين التسعين ناقص بي عشرة في المية المئين العاشر حيث كي واحد الربيع الأول وكي تلاتة الربيع الثالث وبي تسعين في المية المئين التسعين هو عبارة عن القيمة الذي تسعين في المية من البيانات تكون أقل منها وعشرة في المية من البيانات تكون أكبر منها بي عشرة في المية هو المئين العاشر وهو عبارة عن القيمة الذي عشرة في المية من البيانات تكون أقل منها وتسعين في المية من البيانات تكون أكبر منها باستخدام بيانات المسال السابق يمكن حساب معامل التفارطح كمالي لحساب معامل التفارطح نتبع الآتي حساب كل من كيو واحد وكيو تلاتة تم حسابهم سابقاً وحساب المئين التسعين والمئين العاشر نقوم بحساب ترتيب كل من المئين التسعين والمئين العاشر حيث ترتيب المئين التسعين إن في تسعة على عشرة أي مجموع التكرارات على عشرة أي بيساوي خمسين في تسعة على عشرة يساوي خمسة أربعين ترتيب المئين العاشر إن العشرة أي مجموع التكرارات العشرة أي خمسين العشرة يساوي خمسة ثم نرجع إلى الجدول التكراري المتجمع الصاعد لتحديد موقع كل من المئين التسعين والمئين العاشر وتحديد بداية فئة كل منهما والتكرار السابق والتكرار اللاحق ثم نقوم بحساب المئين التسعين والمئين العاشر كما يلي بي تسعين في المئة المئين التسعين يساوي بداية فئة ستين زائد خمسة واربعين ترتيبه ناقص التكرار المتجمع السابق على التكرار المتجمع اللاحق ناقص التكرار المتجمع السابق في طول الفئة أي أن بي تسعين في المئة يساوي ستين زائد خمسة واربعين ناقص اتنين واربعين على سبعة واربعين ناقص اتنين واربعين في عشرة يساوي ستة وستين ثم حساب المئين العاشر بالمعادلة بي عشرة في المئة يساوي عشرين بداية فئته زائد ترتيبه ناقص التكرار المتجمع السابق على التكرار المتجمع اللاحق ناقص التكرار المتجمع السابق في طول الفئة أي عشرين زائد خمسة ناقص ثلاثة على تسع ناقص ثلاثة في عشرة يساوي ثلاثة وعشرين وتلاتة وتلاتين من مية ثم حساب معامل التفرطح بالمعادلة كيو معامل التفرطح يساوي كيو تلاتة ناقص كيو واحد على اتنين في بي تسعين في المية ناقص بي عشرة في المية أي يساوي أربعة وخمسين وتلتمية خمسة وعشرين من ألف ناقص تلاتة وتلاتين وخمسة من عشرة على اتنين في ستة وستين ناقص تلاتة وعشرين وتلاتة وتلاتين من مية أي يساوي ميتين خمسة واربعين من ألف يتضح من الناتج أن معامل التفرطح أقل من تلاتة مما يدل على أن المنحنة مفرطح أي أن التكرارات موزعة على الفئات المختلفة ولا يوجد ولا يوجد تركز تركز بدرجة كبيرة في أحد الفئات على حساب الفئات الأخرى وتكون قيمة معامل التفرطح تساوي ثلاثة في حالة التوزيع الطبيعي المعياني ولذلك تم منحنة التوزيع الطبيعي كأساس لمقارنة تفرطح أو تدبب منحنيات التوزيعات الأخرى وهذا الشكل يوضح ذلك إذا كان معامل التفرطح يساوي ثلاثة يكون المنحنة معتادل وهذا منحنة التوزيع الطبيعي إذا كان أكبر من ثلاثة المنحنة مدبب أقل من ثلاثة المنحنة مفرطح